بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم موضوع الهيدروستاتيك فورس وبنشوف في حسابات الفورس على الأسطح المنحنية اللي هي الفورس on curve surface طبعا السطح المنحنى هنا ممكن يكون جزء من سطوانة ممكن يكون جزء من قرى ممكن يكون السطوانة كاملة ممكن يكون من قرى كاملة ممكن أي سيرفس واخد في السطح اللي عندنا طبعا لصعوبة دراسة الكرفت احنا بنعمل ايه احنا بنحدد حاجتين بالنسبة لنا اللي بجيب مركبة بحلله إيه لو مركبة في تجاه الـ x component وبركبة في تجاه الـ y component وبعد كده بحسب الـ net force اللي موجودة عندنا فأول حاجة احنا بنشوف ازاي بنحسب الـ horizontal force اللي هي في تجاه x وبنحسب الـ horizontal component of the force احنا بنتعامل مع هذه القوة مع المساحة المسقطية للشكل اللي موجود عندنا ولذلك احنا هنا بنتعامل كأن بالسطح بتعامل مع سطح vertical والفرص بتأثر في مركز الضغط بتاع الـ area المسقطية زي ما هنشوف عندنا لو أنا عندي شكل زي اللي قدامي ده جزء curved surface يبقى أنا بشوف المساحة المسقطية اللي موجودة عندي لهذا الشكل مثلا لو ده رب جزء من استوانا أو جزء من حاجة ليه شكله المساحة المسقطية بتاعته ايه A-B ممكن تكون بقى مستطيل لو رب جزء طوانا ممكن مقاطفر حسب الشكل اللي موجود ده أدى عندي الـ free surface بتاعنا بتاع السائل اللي موجود عندنا فالقوة طبيعية بيكون عمودية أنا بحسب F-H وبحسب F-V طب الـ F-H يابين قدامنا هنا هتحسب ازاي بتعامل مع المسقط بتاع هذه المساحة اللي احنا بنسميها الـ projected area ودي it is the projection of the curved surface into the vertical plane وفي الحال دي كان بتاعنا مع سطح رأسي بالضبط القانون بتاعنا الـ F-H بيساوي قيمة الـ pressure في الـ projected area اللي هي gamma-H bar-V-A ونقطة التأثير أستخدمها بالقانون الـ Y-C-B طب الـ F-V بقى بجابها ازاي الـ F-V الـ vertical component ودي عبارة عن الـ weight of effective column of fluid يعني لو عندي الشكل موضوع بالشكل اللي قدامنا ده كده يبقى وزن الفلود ده كله وده بسميها actual طب لو انا عندي شايف الفلود للصيد ده يبقى بجيب وزن الفلود التخيولي اللي ملالي الجزء ده وبسميها imaginary fluid يبقى بجيب الـ F-H جبتاها ونقطة التأثير وبجيب الـ F-V وبعد كده بقدر راح سيب resultant force وده اللي احنا نشوفه إن شاء الله في استكمال هذا الجزء المحاضرة القادمة وشكرا موسيقى